بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بردوام الله شرحي أثاركي بابلين إمام شعبيا كباسي روافضك وليكتونيان بيهوديا كانوا أثاري جمارا حوصو حفتاو ششا أفرمي وآية ذلك أن محنة الرافضة من محنة اليهود أفرمي بلقي أويكا رافضكان لبر الله نهاتنا دينه ولا ترسي الله نهاتنا دينه نعو إسلام بلقي بوافعلو بلانو طلاكهاتون بلقي أوقسي مفرمي همان أو بلقي كابينين يهوديا كان باتشي تعقك راوناتوا بهمان شواء أروافضكان إشبوانا تعقك راوناتوا قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود أنجان مناحنتوا بأخلاوات كانوا بلا أكاني يهود وبلا أورد يكابه رافضة أفرمي يهودو تيتي إمامة أبيع لناو آل داود ببوحة تحت وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي ابن أبي طالب رافضة كان جوتيانا بهتشي ويهج كسبوين إمامتك لنا أو مصلمانانا إلا كاسي أغنبي كالنا وكان علي كوري أبي طالب يعني أولا حصر إمامتي عن كردو لآل داودة وازياني ناوة لوهم أصحابه لوهم أصحابه لوهم أصحابي في غمراني كهينبوه وتيانا إلا بلا آل داود بيه وروافضي شبه مانشيو أنا وسط بستشوار هزار صحابه ولا بن ري خلفاء ولا بن رين إمامة بازلا آل علي بيه رزا ورحمتي الله إلي بيه جل جلاله أما خاليكم كليكتوني أنا لقى اليهود روافضو شيعة خالي دوام وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء فرمية هدوتو يتي دروزنية جهاد بكي دجي كافران دروزنية دجي كافر بجنكي حتى وكو دجال درنة أول وقت لبشتي دجالة وقاعدة قورة رزقار كريانا مهندسي أكواني اما جهادكينو واوكاتج لأسمانا وسبب يقدر بزيبوه معنى تل أو أن ما بس يعني شمشيريك كداب بزيبوه أما يهود وقال الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادم من السماء اي رافضتون لواعناتين فرمية اللواع لواعناتين كأواني جلين اما جهاد ناكين هي كافران طبعا هي مسلمانانا كان مسلمانا كجنا وكيا شينيا ويهود يجبهامان شوا جهادي مسلمانا كجي وكيا شينيا لهم وعلماء روافضة جرواعناتوا اما جهاد ناكين دجي كافر ومشرك حتى وكو مهدي درنة يولا أسمانا وبانغنكرين بو جهاد وقال اليهود يؤخيرون الصلاة المغربة حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة خالي سيميان كهو بشن تياديسان بريتيالا بريتيالوي يهود بوخوي نيجي مغرب دواء خا هتاوكو السياركاني اسمان بناويا كاتشن ارافضتش بهمان شوا اما جنجي مغرب دواء خا هتاوكو السياركاني اسمان بناويا كاتشن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم حديثة كلها سنن يابو داو دا هاتو لمسندي ما محمد دا هاتو الصحيحة أبو أيبي أنصاري يردو فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أمتكم لسر فطرة هتاو كون يجي مغرب دواء نخا بو أو كاتي كاستيرا كان بناويا كاتشن يعني كدواء خزبو كاتي استيرا كان بناويا كاتشن ولا سر فطرة نماهن وكوشون يهود يجلسر فطرة نماهن وليهود تزول على القبلة شيئا وكذلك الرافض يهود لقبلك إخوانك بيت المقدسة كميقلا أدن ركاورك رو بيت المقدسة ناوستن أفرمي رافضاش ياخد ما توانشون تفسيري كي يهود جقلا بيت المقدس قبليك تري إخواني عنه ورافضيش قبليك إخواني كلك أربلاع ورنواش كلا وليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافض أفرمي يهود يكان لناو نيجا جولاكا وارونو دين أفرمي باش بوشيو روافضيش بري روافضيش لناو نيجا جولاكا وقساكا وديتو بوشيو وليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافض يهود يكان لناو نيجا جولاكا 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 لزويخ شيء وليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة يهود أخواني همو مسلمانا حلالة روافضوشي عشخيواني همو مسلمانا بحلالة نبقا خوش على شفو إمام حسين ما هي معاوية دائنا؟ حسن دائنا هذا هو عقلية الشيعة بواقع أن المسلمان حلالا كان ولمانا همي بكجاكان حسين نبي حمي بكجرين بوحر خوشيان نزول بيوتاركان يعنى كمهدي هاد إميه كمكس سنبعك كينونا أنهي علينم يعنى كجين واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة يهود لا طلاق داني الجنة واللهي أنانيا ألين عدبوني نيا أما نجل الزواجي متعايا عدبوني نيا يعني أفردها لواني للرجقة سيزواجي متعايا أحسن أي بلانه واليهود لا يرون الطلاق ثلاث شيئا وكذلك الرافضة جيدا وكذلك الرافضة حرف القرآن فالمن يهود تحريف توراتي عن كل ذلك روافض بهمان شواء هستان بدأس كاري كرداني قرآن هندي كان راسا اخوه قرآن هندي كشان تأويلاتي هندي كشان الدعاية هندي كشان الدعاية كان زورك لا يعتكان يقول راه هو المناعلم نشرح لك صدرك ولهن دعا ولو جعلنا علي ينصهرك اتربوش يا اخوان زياده كما كان بقيتكانشتين مجتبن لما يجعلوك اجلين مصحفي فاطمية لاي مهدية لسردابكاء رججية تدروا او مصحفي اتر او بيشوابين مصحفة نيسر زينامين نم قرآن وعلن او مصحفة سورة احزابتاء لبقردر يشتروا ناوي هموشي عيتياء تاروجي قياما وليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلطا بالوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم يهود فرمى رقيان لجبريل لان دجمني ايما لان او ملائكة كان لبرويس ازعي قلاني بيشودا فرمى رافضة بهمانش قلوبة كان رقيان لجبريل بلا قلوبة كان رقيان لجبريل جماعة خان الامين كان جبريل خيانة كبدو وحيبو بلا قلوبة بلا قلوبة بلا قلوبة بلا قلوبة كان امام الشعبي بلا قلوبة بلا قلوبة بلا قلوبة كان بلا قلوبة كان وعلى شعبية وكأخوانيته لكي كان يهود بروافض ودواتريش مامي بن تيميب وخويسي وكيان جخالي روافضي هنا وشبهانويته بقبوري كانوا بتاكالاويان وكويك أثري جمارا حوصة وحفتا حودة فرمي أخبرني أحمد بن حمدويه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام فقال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله حين ذكر آية الفيء في آخر سورة الحشر فقال في آخر آية الفيء والذين جاءوا من بعدهم أفرمي أبا عبيد قاسمي كوري سلام فرمي أرافضة هجب الشيكانية لغنيمة لفيء يعني بمسلمانيا النازالي أفرمي أبا عبيد قاسمي كوري حشرة أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي قال أنا لا أشهده يشهده من شاء قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل لم يصلى عليه الدين والغلول والقتيل لم يصلى عليه ولم يأمرهم وذكر أبا عبد الله حديثا مرسلا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها فثبت رجل فقتل فلم يصلى عليه فلم يصلى عليه يحيى بن أبي كثير يرويه قال عبد الملك لعلي كتبتها قال رجل لأبي عبد الله يقولون أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا النصارى من يشهده قال أبو عبد الله مجيبا له أنا لا أشهده يشهده من شاء أفرمي إمام أحمد برسياريان لك اللباري رافضيه أقرب مريا كي تشيعيكا وجنازكي أي شواريكفنيكا ونيجي لسالكا وين يجي إمام أحمد فرمي من حق من يبسره كي أبو عنا ببكاء أكابا ببكاء لباري بغمري خواة صلى الله عليه وسلم نيجي نكرده لسار كثانيك كالرافضيج ما اشتربون بو نموناكا سيكا غرز دار بو كسيكا غلولي كردو لغنيمين بردو كسيكا خوي كشتو نيجي لسار نكردو حديثك مرسلي جرايكا حديثك صحيحناك مرسل كرسول الله صلى الله عليه وسلم لجنك خيباره بني بياوك كمرينار وبريناك أنا زودي بياناو شمشيرك إذا أنا وخوي دابا سريع أخوي كشت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لأقرأ أن يجي لسارناكا حديثك يحيي كري كثيرة إيجارته أفرمي عبد الملك فرمي من حديثا من وسيوى بياوك لكوة يكابا إمام أحمد فرمو باشاقر أمكسا كرافضية لديكا بمري خالكي يودي يأخذ خالكي وشاره همين صرعني بن بس تويت يا أبي مصلمان آه أن يجي لساركي تسريفا همين خير من يجي لسارناك هم كي تشبات جمال حوصو حفتاونو أخبرني حرب ابن إسماعيل الكلماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفاريابية ورجل يسأله عم من شتم أبا بكر قال كافر قال فيصلى عليه قال لا وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بخشب حتى تواروه في حفرته إمام حرب كيرماني بوانا جارته لموسى كوري هاروني كوري زيادة وكافرمي جملة إمام فاريابي إمام فاريابي إمام فاريابي بيهوك لي برسي وتي أقريك يجوين باب أبو بكر صندق حكمكي تشي إمام فاريابي يكسر فارمي كافرة ترنيوه دعوزر بجاهليين ترنيوه دعوه أما يترنيوه دعوه دمائي سفارمي كافرة هالكسبة لان برسي نيوجي لسارك ريوتينا خير تياني تيلياكين خوء أو كسيكا بالظاهر يوتى لا إله إلا الله فارمي دستان باريناك باتخطيك بالبعلي بيهوانين هتاي خلنا نعو تشعلك انجدوا عيدا يبوش دستان باريناك بيشوانون نيوجي لساركا وكفنوا دفنيكا وبابتانا نابب جمارح وصوشت أخبارا ندوري قال سمعت أبا عبيد قاسم بن سلام يقول عشرط الناس وكلمت أهل الكلام وكذا فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة أبا عبيد قاسم بن سلام تيك الله يخلكم زور كردو ألا خلقي قمراء وخلقي جاكيش ولقال أهلي كلاما مناقشوا مجادلا زور كردو يعني هاتون بولام مناقشان زور لقالا كردو أهلي كلام ما بستي بي بابلين جهميا كانوا جبريا كانوا قدريا كانوا مرجعا كانوا وجماعة معتازلة كانوا أفرمي مناقشوا قسمع زور بوا أفرمي مناقشوا أفرمي مناقشوا يجنازة سبحان الله رق روافض هروان يعني تبرو داني شبابتك بوشيك روا أو سيركي على أساس ونعزان بابتك تشيه أقداريني فاشا نفرمي ولقد وليت قضاء الصغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضية يا جهميين ورافضية أو رافضيين وجهمية وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم جاء فرمي أبو عبيدة من بومبا والي الثغور لشام منطقية أفرمي السيكسيان هنا بولام يا بومبا قاضي الثغور لشام أفرمي السيكسيان هنا بولام داني انجهميبيني كيان رافضيبو يا وابزام داني انرافضيبونيكيان جهميبو هر سيكان من فيكرت دور مخصنوال الثغور لشام لمنطقي فلسطين ونا ويتم هاو شيئا وينابلغ المصر وانا دابني شيئا ألم زبيع درم كلا نميش لاناو ما نابن فلا ممرو لا مجيقا مع بديان بوكريتو وقورا أكريان وبيشخرين تروا حالي قومينا زانا أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر وقال على القامة لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي رضي الله عنه كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم فرمي على القامة فرميتي قوميك لاناو تون بيشوتر لبرأوي عليان كرد أخوا بلاي وابوي معمي علي بوخوي تشالي قورا قوري كردو بريك الله أقلو هاليدان نابي هلوكو تون قوميكيش عيسان كرد أخوا وبهلاكتو انتها أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النظر قال حدثنا شعبة قال عمر ابن مرة أخبرني قال سمعت أبو البختري الطائي قال علي رضي الله عنه يهلك فيه الرجلان عدو مبغض ومحب مفرط أفرمي أبو البختري طائي فرميتي علي دو كستيا لناواتي دو كستيا لناواتي يكي كان ويكا زور زيادة ربية كان لأقورا كردنية وخوش يا بي تااا هستي خواهاتي وغاستي تبا دمون ديه كاني خواه بير القاريب ويكي كان كان كارق الناس يكي كان كارق الناس رقي الإمامي علي رضا ورحمتي خواه الله بي أهو شهر بهلاكاة كلع علي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال قال علي بن الحسين يا أهل العراق حبونا حب الإسلام فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا يحيى كري سعيد علي كري حسين كري إمام علي فالميوتي أي أهل عراق أي شخص يحيى أي شخص يحيى سعيده جدا يحيى كري حسين فهل العراق يحيى كري حسين يحيى نشير وزال علىنا شيئ يعني اعطا حسين أي شخص يحيى أي شخص يحيى وقد يحيى خسين يحيى ذلك ومعاول اشخاص يحيى وقريتك يحيى هل تتعاستي خواهي با؟ بخواهي اوج ناشرينك بخواهي سبوان منشق عبدالقادري قلاني بهايك بارز و امام احلي سنت و جماعت زانه عابده اكي قوره يعني سيركي کساني اگهي دعا واقع نبعان خوش اترابان دروا لبله ملايكش برزيان دوتو لبله خواهياتيان داوته زور به اوشتاني بس بخواهي كره لبداواك بابي چلوهشتا فرمي التغليض على من كتب الاحاديث التي فيها طعن على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بابي كبوم دارشتل الباري اووي كابيتون بن لسروك ساني فرمودان اگ نقلكن كسوكاتي تيابوها والان بغنريخوا صلى الله عليه وسلم بابي طلبين لسروك ساني فرمودان اگ نوسنوا ياخد نقل يكن كسوكاتي تيابوها والان بغنريخوا صلى الله عليه وسلم كباراستي دو گروب هبون ام كاريان اگر گروبه كان زيادرويان اگر خوشوستي معاويو اهل الشام فرمودان اگ نوسي كسوكاتي تيابوها والان بغنريخوا صلى الله عليه وسلم لاوانا نوكان اماميان ولا همان كان زيادرويان اگر خوشوستي باني امييه او حديثي زوريان دروسة كردو عندها بغنريخوا فضائل يوانا ولا همان كان زيادرويان اگر خوشوستي اگر خوشوستي لاوانا نزل بابا دارشتوه كلاو دو حالتان انسان او فرمودان ننوسي و دم خوشو بغنريخوا فرمودان نظر به دروسة كردو با سنده با سندهك مقبول بهجاريواه برو او ام فرمودا او او دروسة كردو وذانه ويطي چون دروسة كردو خصوشوية دم پيانيك ونحن ذاهبين. لذا سمعت بذلك توجده بعد سنة مرة أخرى. ونحن نحن أحضر عنه لا يتحدث عنه لكي يتحدث قرآنه ويتحدث عنه لكي يتحدث ونحن نحن 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 لا يتحدث. أثناء بابك أجمع الرحيم سواع 1.4% من أخبارنا أبو بكر المروضي قال سمعت أبا عبد الله يقولون إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها فغضب وأنكر وإنكارا شديدا وقال باطل معاذ الله أنا لا أنكر هذا لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته فكيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث قلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيه جر قال نعم يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم قال أبو عبد الله جاء أني عبد الرحمن بن صالح فقلت له تحدث بهذه الأحاديث فجعل يقول قد حدث بها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به وهو يحتج فرأيته فرأيته بعد فعرضت عنه ولم أكلمه أبو بكر مروذية فرميك جوامل إمام أحمد فرميق قومانك هن كوملي أحاديثا وسنوا كسكاتي تيابها ولكني بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي من جودم أي إمام أحمد ألان تو وتوتا من إنكاريك سناكم كاو حديث عن أبو نسيته إنكاريك سناكم بيان نسيته با بيان نسيته أفرمي إمام أحمد زور تورابو الزور بطن دي بالبرجي دا وفرميق قصيك بطاله فناب أخواك من قصي وابكم كونك براسي من قصي بو خلقي أساي قبول من أحاديث بنوسنا ولكسيك جواني بيان سكاتي بيان وكما تحتوي على المتوقع أنا فرمي إمام أحمد أولا إكتمام أحمد وكما تحتوي على حكمية يقول أولا الهجر هبعد بالفضل يقول وإنكار إخوة يكون عبد الرحمن كوري صالح البلا وحديثات أجاريته فرمي جابو نيجرمو خوفلانكس وفلانكس إشجارا بيانته أفرمي دواء ويتر إمام يحمد من بشتمكر دعوذ الرحمن ورصالح وقسمنا قلناك رهتتا وازي للمسيناوي أجوار حديثات هنا كقصي ناشرين بو صحابتها أمروك السانيك لدان استخبارات ها ندرين أجوار فرمودانا فرمودانا كي صحيح كمعناه تريه وكبوكسانا كي ترهات وداب غزين نسر صحابه لسرعوان أدوين بناق وكتب إلي أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل يروي الحديثة فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يقول أرويه كما سمعته قال ما يعجبني أن يرويه الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال وإني لا أضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حاول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وอยه على أصحاب رسول الله وقصة الأحمد ومع ذلك يقول أبو بكرتح فيه آكم برسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يتخلص شيء ما يعجبني تتخلصنا أبي نسر وإن الله سأله أن تتخلصنا أبو بكرتح فيه على أصحاب رسول الله وغلق يأخذ وإني لأضرب على غير حديث يعني من بهيت شيئا ويرازين بهم حديث يقبل نسلية ثلاثة حاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إبراهيم أخو أبان بن صالح قال كنت رفق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسمع فلما جاءت تلك الحديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال ما أصنع بهذا فلما انقطعت تلك الأحاديث جاء فجعل يسمع إبراهيم كري صالح فرميه رفق إمام أحمد بوم تلاي عبد الرزاق خاواني مصنف جون بولا عبد الرزاق صنعاني فرميه لا نشتبين جوما لا فرميه إمام عبد الرزاق قرر كحديثي بوه جاء رأيناه كانوا بيكوا ملاي حديث هات جاء رأيوا باسي صحابيتي أبوه فرميه إمام أحمد هستاو مجلسك بجهش تقول لأيكوا دانشت تاخو أنه يو حديثان طاوبه من جاهاته دانشت وتي من شبك من لو حديثانه وتي من كاقصيت يا ابو هاولان فرميه إمام أحمد لأيكوا دانشتا طاوب دعيهاته يعني أويب خوض لآيات الله يدانا وآيات تطبيقين ويخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى أخوض في حديث غيره وأخبرنا مقاتل ابن صالح لألماطي قال سمعت عباسا الدورية يقولوا كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث فجاءت هذه الحادث في المثالب يعتزل أحمد بن حنبل حتى نفرغ فإذا فرغ المحدث أرجع فسمع عباسي دورية فرميه هل تلقى الإمام أحمد أبوناه يومان لحديث بقيتها كيف يخوضون دعيه تور حديث بهاته اشتاني كتابوها كباسي نقصاني والله صحاباك إمام أحمد أو مجلسي بجيه يشتو هلصا حتى يكون حديثان طاوب أنجاق رأيو بحديثك يعني بهتش يويا نيه يشتو الزمي صحابا بجيه إمام أحمد قال مقاتل وسمعته غير شيخ يحكي عن أحمد بن حنبل هذا مقاتل فرميه زور كاسم ديوك الإمام أحمد وأبابتي جرعوته أبوناه كزور خيبا راستوه لك يقول لحديثك بتشكترين نقصاني صحابا باسك وأخبرني عباس بن محمد بن إبراهيم قال سمعت جعفرني الطيالسي يقول سمعت يحيى بن معين يقول كانوا عند عبد الرزاق أحمد وخلف وراتل آخر فلما مرت أحاديث المثال بوضع أحمد بن حنبل إصبعيه في أذنيه طويلا حتى مر بعض الأحاديث ثم أخرجهما ثم ردهما حتى مضت الأحاديث كلها وكما قال يحيى كري معين فرميه من إمام أحمد خلف لعبد الرزاق لقلبي آيو كتلا قمع الهاتف الأحاديث يقول سأخرجه لكي صحابا بوضع أو يحمد بن خلف اجمال توقف نحيح درسل رزال بوضع حديثه ونحاديثين بوضعه حدثت أن أصبع حيث النساء يعني إن كان مسلمان أحاديث لكي فعله شخص أبي صحابيتي أبي موقفة بمشي أبي فانجاب خيطة جوات يا مجلسة بجابها لي أقرتوا الرأس تكيتوا مسلمان سمعت محمد بن عبد الله ابن يزيد المنادة يحكي عن أحمد بن حنبلة فلم أحفظه ولا مكتبه فأخبرني محمد بن هارون قال سمعت ابن المنادة قال تعدى أحمد بن عمبلة فجاء أحمد بن إبراهيم المصري الذي كان يحدث ومعه ابن له فأخرج المصري من كم ابنه دفترا فدفعته إلى أبي عبد الله فنظر أحمد في الكتاب وجعله يتغير لونه كأنه ينفض فلما فرغ أحمد من النظر في الدفتر قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أما يخاف الذي حدث بهذه أن يحبط عمله وهو لا يشعر ثم قال أحمد بعد أن مضى المصري تدري من يحدث بهذه قلت لا قال هذا جارك يعني خلف أفرمي إمام أحمد جاركا أفرمي إبراهيم المصري ومعه ابوه أحمد يقر إبراهيم المصري ومعه ابوه ومعه ابوه ومعه ابوه ومعه ابوه إبراه ابوه ومعه ابوه أفرمي 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 فرمي الله جل جلاله فرمي أفرمي فرمي فرمي أفرمي فرمي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فرمي أفرمي 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 ومعه ابوه ومعه المعيز ومعه 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 أفرمي فرمي ومعه ومعه أفرمي فرمي ثم أعجب أفرمي إن أفرمي فرمي فرمي أفرمي أكبر إبراهيم المصلي روي فرمي هر كسي وكي وحدثانا جاريتو فرميوتم نازالم فرميو خلافة دراسية كيتو كالي يمن وقت يخيجوه الوحدثان بجارع ويطري يمن يجرون كزايد يكاني ليبو وأوان كساني كيبهج نبو أخبارنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن خلاف المخرمي يا المخرمي فقال خرج معي إلى ترطوس وكتبه على عنقه فخرجنا مشاتا فلما بلغنا رحبة طوق حتى أزحف بي وقال وخرجنا في اللقاط يعني بطرسوس وما كنت أعرف إلا عفيف البطن والفرج قال أبو عبد الله فلما كان بعد بعد ذهبت إلى منزل يا عمي بالمخرم فرأيته فعرضت عنه ثم قال وإيش أنكر الناس على خلاف إلا هذه الأحادث الرديئة لقد كان عند غندر ورق أو قال رقعه فخلا به خلاف ويحيا فسمعوها فبلغ يحيا القطان فتكلم بكلام شديد أفرمي أبو بكر مرواضي برسيارم لإمام أحمد كاللباري خلاف مخرميه كوحدثاني نوسيوته فرمي لقال منابولة ترسوس أم حدثاني هموي نوسيوته عندما يتحدث من منطقة الرحبة لابع لقاط كما لا فرمي دي نوسيوته لترسوس فهل يتحدث من خلاف المخرمي مواديا كما رأيك تداميه باقه أبو بكر مرواضي يتحدث من خلاف صاروات مغربة أم حدث من خلاف أبو بكر مرواضي وإمام أحمد بوهم يتحدث من خلاف محاله ديوتا دامنباق بو بابلينباق خوريج بو حلال خور بو تشتياق واكا خلق يعني إنكاري خلفك على هند يكرداري فرموي جرانمي أو حدثانيك واختي خوي لا غندر للاي غندر وراقيكي بني أو حدثاني تيابو هرهموي للاي خوي توامار كردو جرايو أو الثالاني جرايو أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنة قال سألت أحمد عن خلف بن سالم فلم يحمده ولم يرى أن يكتب عنه مهنة أخبرنا برسيارة الإمام أحمد كل باري خلف كوري سالم مخرمي أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنة قال سألت أحمد عن عبيد الله ابن موسى العباسي قال كوفي فقلت كيف هو قال كما شاء الله قلت كيف هو يا با عبد الله قال لا يعجبني أن أحدث عنه قلت لم قال يحدث بأحادث فيها تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مهنة قال برسيارة الإمام أحمد كل باري خلف برسيارة الإمام أحمد كل باري خلف كوري موسى عباسي وخلف كوفي قال إن شاء الله، وكيف شكلا رسم أحمد كل باري خلف حديثي أحمد الهو كوري، فقال حديثي أحمد كل باري خلف كوري سالتقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت مع شعب كخلف لقل بابلين وبعد الله كريم وساعة بسي كمحدثين حديثة جيرنوه هجر كراون لبروكو ملاي اثار عن جراوته ونقصانية ذاته بالصحابة كأني بغمريخوة صلى الله عليه وسلم او موقفي السلف بولا كاسيك كاثار بينه نقصانية يا ببو صحابي بغمريخوة صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة